عند اجتداد الأزمة تتضارب الروايات بين أطرافها وعندما تستقيم الحراب في وجه بعضها يفقد تضارب الروايات معناه وجدواه لا يزال الوضع في المياه الدولية مستقرا بهشاشة رغم توقع مسؤولين غربيين بأن لا تتدحرج الأمور هناك نحو مواجهة أكثر خطورة لكن ما لم يتوقعه المسؤولون قبل غيرهم قد حصل منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي إلى أن أسقطت إيران طائرة أمريكية وأبدت استعدادها الجدية للمواجهة تتهم بريطانيا إيران بمحاولة احتجاز ناقلة نفط بريطانية تنفي تهران ذلك وتقول إن ردها قريب ثم تعتقل بريطانيا قائدا ناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق ليس سياقة هدئة رغم تأكيد الجميع أنهم لا يريدون حربا ماذا إن نفذت طهران وعيدها بالرد خصوصا بعد تقديمها كل المبررات الدبلوماسية الممكنة لإنزال لندن عن شجرة أزمة الناقلة المحتجزة عبر تأكيدها أن الناقلة لم تكن متوجهة إلى سوريا وأن ذلك ليس ممكن حتى على المستوى التقني متميزة بوضوح عن المسارين الفرنسي والألماني تبدو بريطانيا في سلوكها تجاه التوتر القائم على خلفية الأزمة النووية بين واشنطن وطهران لندن تقترب من الرواية الأمريكية للأزمة ومن المصالح الأمريكية في إدارة هذه الأزمة منذ بدء الأزمة الأخيرة يدفع السلوك الإيراني إلى الاعتقاد أن طهران قررت السمودة في وجه تداعيات العقوبات الأمريكية وأنها قررت أيضا الرد على أي خطوة تعدها عملا عدائيا ميدانيا من هنا تهتز مياه الخليج شيئا فشيئا تهيبا من مشهد مقبل خطر يعيد إلى الأذهان شيئا من حرب ناقلات النفط في ثمانينيات القرن الماضي مشهد يتجاوز حافة الهاوية ويتجاوز تضارب الروايات حول حدث ما يتجاوز ذلك إلى اشتباك محتمل إن نفذت واشنطن ولندن تصورهما حول تسيير بوارج حربية إلى جانب ناقلات النفط في مياه الخليج ومضيق هرمز